المبعوث رحمة مهداء ما زلنا مع أنوار القرآن الكريم ومع الجزء الرابع من كتاب الأنوار وكتاب الأسرار الذي لا يخلق على كثرة الرد واللي احنا ابتدينا نقرأه بقراءة جديدة بنبني بيها حياتنا وشعرنا في هذا الموسم وإحنا بنتعامل مع القرآن في برنامج ولا تعسره شعرنا القرآن يبنيني فأول مجال للبناء كان مجال الذات احنا نبتدي نبني ذواتنا بأنوار القرآن الكريم ويبقى خيط من هذا البناء أو لبن من هذا البناء لبن من نور ولبن كمان من نور عشان يبقى البناء بتاعنا نور على نور وكنا أول جزء اخترنا منه البناء عن طريق أن كل واحد فينا يعرف أنه عبد ممدود من الله سبحانه وتعالى ثم الجزء الثاني كان عبد ممدود وهو كريم مكرم من الله سبحانه وتعالى ثم عبد ممدود كريم ومدبر له ودوات اللي احنا كنا بنكلم عنهم برح طب إذا كان هو عبد ممدود كريم مدبر له ما الذي ينقصه؟ أن يسعى أن يسعى بهذا المدد وهنا يأتي قوله تعالى في الجزء الرابع فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وهنا بيبتدي بقى صفة السعي أن الإنسان بعد ما يكون خلاص توفرت فيه كل هذه الصفات الله سبحانه وتعالى يطلب منه أن يسعى معنى أنه يسعى يعني إيه؟ يسير في الأرض يسعى يعني إيه؟ يسعى يعني يعمل فيه ناس كتيرة بقى عندهم يأس ما يخليهم قعدين مش بيعملوا حاجة بيقولوا إحنا حاولنا وما قدرناش واكتهدنا وما كانش فيه نتيجة ده حال كتيب من الناس للوقت أعمل إيه يعني؟ أموت نفسي إيه دي قدرتي ودي استطاعتي ويبدأ يحتج علينا بالآية اللي ذكرناها في حلقة مبارح لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه لدرجة أني لحظت في الفترة الأخيرة مراحظة شوية تقلق قوي على البيوت أن ستات كتيرة بتجيلي بتشتكيلي في مركز الإشاد الزواجي بتشتكي أن أزواجهم ما عادوش بيصرفوا على البيت عايزين نعرف هو فعلا هو ده وسعه ودي استطاعته وله هو مكسل ومش عايز يسعى الحقيقة أنه هو مكسل ومش عايز يسعى النهاردة لازم نعرف سفة مهمة عشان زواتنا تكون زوات منورة متزنة عشان تبقى زواتنا منورة متزنة لازم نعرف أن السعي جزء من زواتنا وليس للإنسان إلا السعي جزء مننا وعشان كده لازم نقول وندوم على طول ولا كنت دايما بقول لتلاميذتي وأولادي اتعلموا السعي الرشيد لأن الله سبحانه وتعالى ذم القاعدين مش أصد ما كانش ذم القاعدين هم القاعدين اللي هم قاعدين على الكراسي وإنما القاعدين اللي هم بيهربوا من مسئليتهم وبيتركوا السعي آية النهاردة بتكلمنا عن موضوع السعي وإن ده بشكل أساسي جزء مننا وبتقول لنا إن سعيكم ده سعي مشكور من الله سبحانه وتعالى وهيجزين بيه وهي يعطينا عليه خير كثير ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول في آية أخرى في سورة العالم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب يبقى إيه اللي حاصل يبقى شوفوا ربنا بيقول سواء كنت رجل أو ست فالجزاء عند ربنا سبحانه وتعالى عمره معي ضيع عارفين ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور ومن معاني الشكور أن ربنا سبحانه وتعالى هيشكر سعيك إيه ده؟ جبت منين الكلام ده؟ من قولي تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة يبقى الله سبحانه وتعالى يشكر السعى فتأكد لنا أن ربنا سبحانه وتعالى سيعطي الإنسان ويكافئه على سعيه في الدنيا قبل الآخرة أنا عايز أقول لكم إن الجزاء هيكون على قدر السعي شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في آية واضحة إن الساعة آتية أكاد أخفيها ليجزى كله لتجزى كله نفس بما تسعى يبقى كله نفس هتجزى بما تسعى طيب حايزين بس نقول حاجة مهمة قوي هو السعي اللي احنا بنتكلم عليه إيه أهميته؟ أهمية السعي اللي هو بيخلينا في حالة عبادة والعبادة دي ممكن نقدر نلمسها لما نبص إن في عبادة بالاسم كده اسمها عبادة السعي بين الصفة والمرو اللي جات بيها ستين هاجر لما فضلت سبعة أشواط تواصل السعي ما بين الصفة والمرو عشان توصل لمياه عشان تنقذ ابنها إسماعيد عليه السلام وكأن المعنى أنه بناخده من قصة ستين هاجر إن السعي بيوصلنا للحياة ليه؟ إعلقة السعي بالمية واجعلنا من الماء كل شيء حي وكأن الإنسان اللي من السعي مش هيقدر يعيش الحياة بشكل صحيح وعشان كده نشوف ده كمان لما ربنا سبحانه وتعالى يربط السعي بصلاة الجمعة يا أيها الذين أمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يعني إيه؟ يبقى وكأننا إحنا كمان بنسعى عشان تبقى العبادة وشوف الصلاة قل إن صلاتي ونسكي ومحياة ومماتي لله رب العالمين يبقى السعي ده شيء من أهم الأشياء في حياتنا الإنسان مش هيبقى إنسان من غير سعي كتير من الستات بتحس إن الراجل مش راجل في البيت لما يكونش صاحب سعي ويكرهوا إن الإنسان ما يكونش عنده سعي السعي في الحقيقة مفهوم مركب من أربع معاني المعنى الأولاني اللي موجود في السعي هو معنى الهدف إن الواحد بيعمل بس بهدف يبقى أول حاجة عمل بهدف تاني حاجة إنه عمل بهدف وبأمل يعني ما فيش حد بيسعى شوف الستين هاجر كان بتسعى وظلت تسعى وعندها أمل لغاية ما وجدت الماء يبقى عندنا يبقى سعي بهدف وبأمل وبإيه وبجدية ومش بكسل هو بيسعى إلى هذا الأمل وبجدية وباستمرار أربع صفات هدف وأمل وجدية واستمرار هذا هو السعي الذي نتكلم عنه في الآية يبقى وإحنا بنسعى لازم نفهم معنى مهمة عريحنا جدا وهو إن من أحد أهم سمات السعي هيهم ووصلة السعي حتى ننال يبقى ربنا بيحب الإلحاح في الدعاء عشان نتعلم إن السعي محتاجين إن إحنا نستمر فيه طب إيه اللي إحنا نعمله بقى عشان إيه الإجراءات اللي إحنا لازم نعملها عشان نوصل لمسألة السعي دي لازم نتعلم تلات حاجات لازم عشان نقدر نسعى دايما نتدرب ودايما يبقى عندنا تجريب لو ما فيش تجريب وما فيش تدريب إحنا مش هنقدر نوصل السعي الحاجة التانية المهمة إن إحنا لازم يكون عندنا ثقة في وعد الله سبحانه وتعالى إنه هو هيعطينا ويوفقنا وإنه سبحانه وتعالى مش عايز يشق علينا ولا عايز يضيق علينا لكن عايز يوسع علينا إن السعي سعة ووسعا فلازم نفهم ده إن السعي بيوسع علينا ولازم نعرف إن الرزق في السعي لإن الرزق بييجي مع الوسع والرزق واسع فلازم نسعى عشان نحس بهذا الوسع ولازم نفهم كمان إن زي ما النتيجة ممكن تيجي أكتر من سعيك فممكن تسعى وما يكونش في نتيجة وده معناه إن انت ملكش نصيب لا ده معناه إن انت خلاص حصلت على نصيبك لإن ربنا سبحانه وتعالى كتب لك السواب وهنا نأكد إن النتائج مش بتخلقها السعي لكن السعي مهم جدا جدا عشان تذوق حلاوة النتائج وهو ده اللي ممكن نفهمه من قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعياه سوف يورى يبقى لازم تسعى عشان تشوف جمال ده وثالث حاجة وآخر حاجة لازم تعملها لازم لا تنتظر سناء الناس عليك لإن خلاص أن تنظر إلى عملك الكريم سبحانه وتعالى وأعطاك السواب بهذا يمكن أن نفهم لماذا كان السعي جزء من بنية الإنسان المتزن المنور لازم نعرف أن السعي جزء من زواتنا والإنسان الذي يترك السعي هو في الحقيقة يهدم ذاته والإنسان الذي يعيش بالسعي يبني ذاته الواسعة التي يتجلى عليها الواسع سبحانه وتعالى بعد الفاصل هنكمل كلامنا عن السعي وكمان نستقبل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجاءنا حضرتكم معنا صفحتنا على فيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة ونفضل على طول في وصل وفي حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونظل في مجالس العلم المنورة بذكر الله سبحانه وتعالى احنا تكلمنا النهاردة عن قولي تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب هذه الآية من سورة العمران هي التي أوصلتنا لهذا المعنى الرائق وكأننا كمان غزلنا بخيط رابع بخيط من نور ووضعنا لابنا رابعة في شخصية الإنسان المنور الذي يستطيع أن يستقبل الحياة بكل هذا النور هذا الاستقبال لهذه الحياة بكل هذا النور بعد ما كان العبد ممدود من الله وهو مكرم وبعد ما كان مكرم إن كان مدبر له فإذا هو يستطيع أن يستقبل الحياة فسعى في الأرض سعى في الأرض بماذا؟ سعى في الأرض بنور الله وببركة الله وأن الله سبحانه وتعالى يحب منه السعي ولذلك لا يضيع أجر عمل عامل منه وسيعطيه السواب الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى متى يكون هذا؟ إذا عرف أن السعي في أربع صفات هو سعي بهدف يعني من سعي عبثي سعي بهدف وسعي بهدف يلفه الأمل مليان بالأمل مغموس بحلوة الأمل ومعه جدية يعني عزم وإرادة وفي النهاية في استمرار وهذا ما أتى من الأنبياء وخاصة يتضح في قصة ستين هاجر وده وقت عشان نحتاجين نعمل ومحتاجين إيه؟ محتاجين إن إحنا نستمر في التدريب والتجريب دائما ونثق في الله سبحانه وتعالى في وعد الله إنه سبحانه وتعالى سيوفقنا دائما وثالث حاجة لازم نفهم إنه مش معنى إن الله سبحانه وتعالى سيعطينا النتائج على قدر السعي إنه لو ما حصل لناش النتيجة يبقى إحنا فشنا ويبقى إحنا ضعنا لا لازم نستمر وما نقفش لإن النتائج دي بيد الله سبحانه وتعالى ولازم نعرف إنه مهما حصل ما نستناش ثناء الناس علينا لأن الله سبحانه وتعالى حفظ لنا أجرنا وأعطانا ثوابنا كاملا غير منقوص إذا فهمنا ده فإحنا فهمين إحنا ليه نكون سعاة السعي هو الذي يريك وسع الله وسعة الحياة التي أعدها الله لك وجملها ولونها بألوان العطايا والمنى والمنح تعالوا ناخد أول سؤال معنا الأستاذ محمد من القاهرة أستاذ محمد سلام عليكم أستاذ محمد أستاذ محمد إزايك يا أستاذ محمد تفضل إزايك يا فضي تشترك نعم وفضل الحمد لله الحمد لله بقول لحضرتك فضل يعني الآية بتقول إن كنت مريداً أو على صفر تحددت من مياه من وقت آه فمن كان منكم حضرتك حضرتك دلاتي يعني لو في مرض زي الضغط وإنسجيمة ليه في الصفر دي أحضرتك لو في مرض زي الضغط وإيه ضغط وإيه إنسجيمة آه اللي إسجيمة بسخر طيب يا سيدي يعني يجوز الصفر دي أولا بسؤالة هو الدكتور قالك تفطر ولا مالكش إنها يقالة تخطيرها تعبان يعني تعبان وفمش قادر فمش قادر مش قادر تتنفس ومش قادر يعني مش مش قادر أصوم يعني أه أه لا معليش مش قادر تتنفس مش قادر إيه مش قادر تصوم يعني إنت مش قادر يعني حاسس إن أنت عطوع طيب. اه بس اتمنى اننا حدك توطي التلفزيون تسمعنا من التليفون عشان اكمل معاك شوية اسئلة. ماشي. فاذا كنت انت مش قادر وحاسس ان انت مش قادر وفعلا حاسس ان انت هتسقط مش قادر تمشي مش قادر تشتغل. تمام. فاذا كن ده حالك وانت اصلا عندك تاريخ مرضي واصلا المرض ده بيأثر عليك والاطباء بيقولوا ان هو بيأثر عليك. طب هو سؤال انت على استشار. ما ليه ما تستشارش الطبيب في الموضوع بتاعك ده ليه? اه. هل الطبيب بتاع حضرتك قالك ما تصمش? لا بيقول سوم بس انا مش قادر. اه اي اه ذا كانت تنفس ودي تنفس وابل حضرتك ومش قادر يعني. لو كان الدكتور بيقول لك ان انت ممكن تسوم وانت فعلا مش قادر تسوم. وان المرض ده بتاعك بيأثر على حياة بيأثر عليك وبيأثر على بيأثر عليك خلاص. انت لو مش قادر خلاص. ولان المرض. عليه حاجة يا دوغ يا دكتور. اه عليك ان انت لو انك انت بتخف والدكتور ما قالك قالك هتصوم مرة تقدر تصوم بعد كده يبقى هتصوم اعتقضي هذه الايام. ما والدكتور ما قالكش ان انت مش هتصوم ابدا. الدكتور هو اللي هيقولك ان انت مش هتقدر تصوم خالص. اه. لكن انت دلوقتي لو في طب دلوقتي والدكتور قالك ان انت تقدر تصوم وانت مش قادر هتفضل وتقضى هذه الايام لان انت مش قادر لا يكلف الله ونفسا الا وسعاه. على طول على طول خبيتك كده. دي محتاجة طبيب يقولك عليها بقى. على طول دي محتاجة طبيب يقولك عليها. عارف معنى كده معنى اللي انت بتقوله يا حاج يعني ان انت ما بتقدرش خالص ان انت لو سمت ما تقدرش تتحرك. فده محتاجة طبيب. لازم تروح تستشير طبيب. انا عارف ان ممكن يكون اسمع بس يا حاج محمد. انا عارف ان ممكن ده يكون خناء بينك وبين اولادك. وبينك وبين اللي حواليك. بيقولك لا انت انت ليه ما بتصومشي. فانت بتقولهم انا انا مش قادر اصوم لان انا احسس بنفسي. انت عشان تنتقل من قضية ان انت مش هتصوم خالص انت محتاجة طبيب. محتاجة طبيب يقولك ان انت خلاص انت الصيام ما ينفعلكش. الصيام فيه خطر على صحتك. الخياطة فيه صرق خطر على حياتك. ده احنا محتاجين نستشير فيه طبيب. انا مش عارف انت ليه مش عايز تستشير طبيب لان الطبيب قالك ان انت تقدر تصوم انت اروح قل له اوصف له حالتك المرضية وقل له انا مع الصيام كتو 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 روح يستشير اكتر من طبيب لكن ما ينفعش ان انت من نفسك كده والله انا مش قادر ما قال ليه طيب لان النفس اقمره بالسوق يبقى احنا لازم نكون متزينين يا حاج محمد لازم نكون متزينين يعني ايه مش هنقدر نحكم على حاجة طول حياتنا غير لما يساعدنا خبير مسألة سهلة واضح يا حاج محمد ومعانا ام احمد من القائرة ام احمد اتفضلي ام احمد ام احمد ام احمد ام احمد انا كنت عايزة بس اعرف ان الكروت بتاعت البنوك انا كنت واخده قرد بس يعني الفلوس كلها روحت انا معرفش اعمل بيئ حاجة فهل الكروت دي بتبقى حلال ولا انت واخدك قرد كان عشان ايه اولا مش هنسميه قرد غير لما نشوف انت واخده ليه انت اخذت المال من البنك عشان ايه عشان اشتغل بي يعني انت اخدت الفلوس دي عشان تمولي مشروع انت عتعمليه اه طيب ده يا بنتي ملوش دعوة المشكلة ده اولا لو اخدت الفلوس عشان تحطيها في المشروع ده اسمه تمويل ودوات حلال فالناس اللي قالت لك ان اللي هحصل كده والفلوس دي ضاعت والفلوس اخدت الحلال والحرام بخده بعض لا الكلام ده مش حقيق انت كل الحكاية ان انت ما قدرتش مشروعك صح او ان ربنا اراد منك ان انت تكتهدي وتفكري ان تفكري في مجال مناسب لقدراتك ومناسب للشغل ان انت بتعرف في تعمليه انما ان انت الفلوس راحت لان هي حرام لا لو انت ده قدت الفلوس وحطتها كلها في المشروع ده جائز واسمه تمويل وهم اسمه شقرد ودوات مش حرام خلاص ام احمد وعشان كده هدي بالك بس وطمئني بالك وانت ما عملتش ربا ولا اي حاج اذا عشان بس الوسواس اللي ممكن يحصل في حالة ام احمد ام احمد ساعات يحصل عند ناس كتير الوسواس يجي لهم ناس يقول لهم على فكرة القض اللي انتو خدتو ده حرام وهيكل الحلال معاه وانتو حياتكم مع تتضمر ومش هتلاقوا حاجة تعملوه وهو يفضل ده ماشي ولازم تتطهاروا من ده اتقوا الله في نفسكم بلاش الطريقة دي خلاص استقر الفاتوى ان الاموال لو اخذت من اجل تمويل سلع او تمويل خدمة او تمويل مشروع طبعا على رأس عزيز ثلاثة المشروعات دوات مال للتمويل وليس مالا على سبيل القرض ويبقى دوات جائز ان الواحد ياخده لان دوات اللي يخلي الحياة ده دور بدون ده كثير من الاشياء تتعطل وناس كتير اعمالها ستتوقف ولزاك ده نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع التمويل وهو ده اللي احنا بنمرسه في مواسال التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فلزاك دوات نوع من انواع التمويل وليس من قبيل القرض الشخصي الممنوع يبقى احنا لازم نفهم ده وعشان كده احنا مش هنلاقي حتى في قانون بنوك ديوقتي لفظ القرض واما عن لايك لفظ التمويل او لفظ التسليلات الاقتمانية وعشان كده لازم نفهم ان ده ليس من قبيل القرض ولكنه من قبيل التمويل وده شيء مهم ان احنا نفهمه عشان يخرج الناس كتير من الوسواس لان ناس كتيرا الطريقة اللي احنا بنعرض فيها الفتاوى عليهم والطريقة اللي احنا بنكلمهم فيه وتدخل بعض الناس اللي هم مش مهانين للفتوى بتزيد على الناس وسوسهم وبتخليهم يحسوا بضيقوا يحسوا ببعد عن الله سبحانه وتعالى ويبقى الفشل فيه ادارة مشروع لا ده سببه ان الله سبحانه وتعالى يحاربهم لانهم اكلوا الربع لا ده مش حقيقي معانا الاستاذة هالة من القاهرة ايوان ايوان ساند فضل يا استاذة هالة علن بحضرتك أنا كنت بس عالي بس أرسل حضرتك تفضلي يا فأنت دلوقتي في سلة رحم مقطوعة مقطوعة من جهة مين من جهة من جهة مين من جهة الإخوات طيب يا هم اللي أطعين ولا لا هم اللي أطعوا طيب تفضلي 11 سنة دلوقتي 11 سنة ما شاء الله نحن عربنا لقربوا يبقوا مخضرمين من كتر قطع سلة الرحمة تفضلي أيوة طيب دلوقتي أنا أختي هي اللي يعني متوليين طيب فدلوقتي هم ما بيسألوش علي صالح لا في تعب ولا في عملية ولا في أي حاجة نعم فأنا مش مسامحهم طيب دي حاجة تانية وبعدين فين السؤال طيب السؤال هل سيامهم وصلاتهم مستجابة عند ربنا طيب ما تسأل أنت هل أنت سيامك وصلاتك أنت مستجابة عند ربنا ولا لا ما تسأل عن نفسك الأول أنا الحمد لله لأني أنا بحاول أطل إضافة عنك حاجة هالة حاجة هالة حاجة هالة ما تسألين عن نفسك الأول خلينا جاوب على السؤالين يا حاجة هالة خلينا جاوب على السؤالين السؤال الأولاني هل أنت سيامك وصلاتك مقبولين عند الله لو أنك أنت سمتي وصلاتي بالأركان وبالشرط سيامك صحيح يبقى في ناحية اسمعي بس يا حاجة هالة لو سمعت بعد إذنك بعد إذنك لو أنت سمتي يعني امتنعت عن الأكل والشرب وامتنعت كمان عن شاوة الفرق هو إيه اللي حاصل يبقى سيامك صحيح من المغرق من طروع الشمس من طروع الفجر إلى غروب الشمس لو أنت عملت كده يبقى سيامك صحيح طيب وهم لو عملوا كده يبقى سيامهم إيه صحيح لكن أنت بتتكلمي بقى بتتكلمي هل ده يليق بالمسلمين وهل ده يا صح إن المسلمين يتشحنوا ويقطعوا بعض في نهار رمضان وفي رمضان وفي الشهر المبارك ده لا واللأ دي المين ليكم أنتو الاتنين وعشان أنت اللي بتكلميني يا حجهالة يبقى لأ أليك أنت وحضرة النبي بيكلمك أنت يقولك ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه ووصلها أنت بتقولي عليهم هم قاطعين للرحم وحضرتك عاملة إيه محددك برضو قاطعة للرحم برضو لا أنا بحاول معهم هم محدد فيه معك ده اللي تسأليني عليه أنا دلوقتي بوصلهم هل ده يكفي أننا أبقى واصلة للرحم أيوة إزاي بقى تواصليهم وتتصل بيهم طب هم ما بيعملوش كده ده هم سؤال يسألوه هم هيتحسبوا عليه أمام ربنا ما تسأليش أنت السؤال ده هيتح عنهم لأن السؤال ده هيتحسبوا هم اللي يسألوه هم اللي يسألوه مش أنت أنت سأليني بقى إزاي أداوي قلبي وأنا موجوع لأن هم ما أطعنني ولا حاجة خالص أنت بتوصليهم وربنا بيوصلك عايزة بعد وصل لربنا حاجة حضرتك أنا مريضة نعم وهم جابوني ما أنا بقولك أهو هم مرموكيش هم أخطأوا وهم هيتحسبوا مع ربنا بس أنت دلوقتي خليك مع ربنا أنت لو هتخلي حياتك هم حياتك وهم اللي عملوه فيك هو حياتك أنت مش هتعيش سعادة أنا عايز أخرجك وتوسعك رمضان ده وسع رمضان ده كرم ربنا رمضان ده نفحات اخرج من ضيق هم 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 إلى ساعة هو هو الله فخليك مع الله سبحانه وتعالى وأحسني إليهم وتوكلي على الله ويمكن ده تلا يفتح كل الأبواب لأن الله سبحانه وتتوكل عليه هو حسبه ويبقى إيه اللي حاصل فإذا كان الله هو حسبك يفتح ليك كل الأبواب المغلق يلا توكلي على الله يا حج أهلا معنا الأستاذة هيبة تتفضل أهيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ هيبة تفضلي الله يكرمك كل السنة حدثك طيب الله يكرمك يا شيخ والدي متوفي باله شهرين رحمه الله رحمه الله ربنا نشاء الله يجعله في مساء الجنات ربنا يجعله في مساء الجنات الله يكرمك يا شيخ وبركاته أزوره بستغلس بنعاني سعاد بذكي هناك جامل رحمه الله يجعله في مساء الجنات رحمه الله يجعله في مساء الجنات هو ربنا مد في حياتك هو وانت موجودة هو عشان تكوني سبب من أسباب سعادته تسعدي ولا تكدريه تسعدي ازاي تدعيله تعملي صدقات تعيش في حياتك فكل الثواب اللي انت تعمليه في حياتك تقولي اللهم هب مثل ثواب صلاتي وصدقاتي وإحسن معاملتي لزوجي وإحسن معاملتي لأولادي وابتسامي في حياتي دي اللهم هب مثل ثواب هذا لأبي فتبقى انت الحمد لله على طول بتبعتين له الهدايا ده أحسن ولا تعيش في كد ونكد هو ده كلام الصح محدش يقولك هو مات وخلاص وفكرة ان الناس تقولك ما تعيطيش ما تسمعه مش يعني الفهم الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم الرواية الصحية بتقول ايه فلان يعذبوا أهله يبكون مش ان فلان يعذبوا ببكاء أهله هو امتى يعذب ببكاء أهله لو كان مواصل الناس تولول عليه وتندب عليه بس وبابع انه مواصلش على ده وده امره طبيعي عندك هيخف لما تعمل اللي انا بقولك عليه خليك مع الله ومن برك لوالدك ان انت تفعلي أعمال صالحة وتقبله على الحياة لان ده شكر النعمة الحياة وده يوصله ان شاء الله كل ما تبتسم كده وكل ما تعمل عمل صالح اللهم هب مثل ثوابي ابتسامتي ومثل ثوابي عملي الصالح لأبي او كده هو ده الكلام العائل لكن ان احنا نستمر في ده ونعطى الحياتنا ما تعطليش حياتك لو غلبك البكاء لا غلب البكاء ده وتمش حرام يا سادة احنا نارضة تكلمنا على حاجة معنى من معاني الرجولة ان الله سبح تعالى فاستياب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انسى عارفين ده معنى ايه معنى بيساوي على طول من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه السعي يا سادة معنى من معاني الرجولة الانسان اللي عايز يبقى رجل وصادق الوعد مع الله لانه هو الله سبحانه وتعالى لما امدك وكرمك ودبر لك امرك مش عشان في الاخ خالص تعيش بلا هدف وتعيش بلا سعي لكن عمل كده اراد ذلك لكي تسعى كل ما تسعى خطوة سترى جمال الله وكل ما تسعى في مكان ترى ابواب الله مفتحة فتتفتح لك ابواب الجنة وتتفتح لك ابواب النور وتتفتح لك ابواب السعى وتعرف يعني ايه تيسير لله سبحانه وتعالى عايز تعيش مع الله اسعى اسعى فان جمال الله في الطريق اسعى فان الله لك رفيق اسعى فان الله سبحانه وتعالى جعل السعى لكي تخرج الى السعة من الضيق اسعى وربنا سبحانه وتعالى معاك عايز تبقى رجل وتبقى منور ومتزن اسعى يعني تدرب وجرب وما تقفش اسعى يعني تيقن وثق إن الله معك اسعى اوعى الفشل يوقفك استمر اسعى ووعى أبدا أبدا تقف عند سناء الناس عليك والناس أثنوا عليك ولما أثنوش لأن الله أثنى عليك وشكر لك عملك فاستمر لأن الله سبحانه وتعالى لك ناظر يا رب العالمين أعننا على السعي واجعلنا من الرجال الذين دائما ينظرون إلى جمالك على كل حال وفي كل حال يا ذا الكمال والجلال والجمال جمّلنا بالسعي على كل حال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين